هكمل لكم على حاجة تخص قائمة النادي الاهلي وتحديد المراعطية بس دم اخد الزوم المهم ده لقاء مهم جدا مع دي دي جميز المدير الفني لمنتخب بوتسوانا منافس منتخبنا الوطني في تصفيات كأس الأمور الأفريقية وايضا المدرب السابق للنادي الإسماعيلي يا فندم شرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معي على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر السلام عليكم وشكرا لكم على دعواتكم لي بالتأكيد سؤال الأول يخص المواجهة الكبيرة التي تجمع منتخب بوتسوانا مع منتخبنا الوطني المصري ورأيك في هذه المجموعة القوية التي تشارك فيها مع منتخبنا الوطني المنافسة على الصعود لكأس الأمور الأفريقية نعم نحن توقعنا قرعة صعبة لأننا كنا في الترتيب الرابع فبالتالي المجموعة ستكون صعبة على كل حال وخصوصا الآن نحن أمام مصر فبالتالي أيضا لدينا موريتانيا وكافيري هم منتخبات يلعبون كرة قدم جيدة جدا فبالتالي هو تحدي صعب جدا ولكن نحن مركزون على هدفنا ونريد أن نحققه ما هو هدفكم في هذه المجموعة؟ هل تستطيعوا تحقيق الهدف والصعود لكأس الأمور الأفريقية في هذه المجموعة التي تضم منتخب مصر طبعا مع منتخب كافيرديو وموريتانيا التي ظهروا بشكل جيد جدا في آخر كأس الأمور الأفريقية؟ هل تتوقع الصعود عن هذه المجموعة؟ نعم بالطبع كما تعرف أن بوتسوانا تلعب لعبة بطولة أفريقيا واحدة في عام 2012 نريد أن نتأهل بطولة أخرى في المغرب فبالتالي لدينا فريق قوي لدينا فريق دفاعي قوي جدا نحن نركز على أهداف كثيرة ولكن من المهم لنا أن نستغل الفرصة لنتأهل لخصوصا المجموعة صعبة ولكن بوتسوانا تتطور الآن هل تبعت منتخب مصر في البطولة الأفريقية الأخيرة؟ هل ترى أن هناك عناصر تخشى منها تحديدا أسماء اللاعبين في منتخب مصر؟ أبرز الأسماء من وجهة نظرك طبعا بجانب محمد صلاح نعم محمد صلاح بالطبع ولكن ليس واحدة لديكم فريق جيد جدا هو الفريق الأبرز في هذه المرحلة لعاب نصر جيدين لديهم كرة قدم جيدة لديكم مجموعة هجومية قوية وليس فقط محمد صلاح ديكم أيضا زيزو تريزيجي الذي أحرز هدفين أمام بوركينا فاسو الفريق قوي جدا لكن كما تعرف فنحن بالطبع قد فحصنا وشاهدنا كل المباريات لمصر شاهدت أنكم أحرزتم 23 هدف في آخر 10 مباريات فبالتالي لديكم قوة هجومية ولكن لكم أيضا استقبلتم عدد أهداف فبالتالي وأيضا نحن أحرزنا 17 هدفا في آخر مباريات فبالتالي يجب علينا أن نكون طموحين أمام مصر خصوصا أن نستغل المباراة على أرضنا هذا هو الأهم بالنسبة لنا في مباراة سبتمبر القادم فبالتالي أن نحاول أن نحقق أفضل النقاط أمام مصر وموريتانيا أثناء تواجدك في الدوري المصري مع نادي الإسماعيلي هل وجهت الكابتن حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخم مصر في إحدى مباريات الدوري؟ لا لم أتواجه وقد وجهت الكثير من المداربين ولكن ليس حسام حسن من المثير الاهتمام أن أواجهها وهذه تجربة وكانت تجربة جيدة لي أن أعرف الكثير عن المداربين المصريين أنا تطورت كثيرا في مصر والأسف لم أستمر كثيرا مع الإسماعيلي بسبب وقت كورونا كان الأمر صعبا وكانت الأجواء صعبة ولكنها كانت تجربة جيدة لي قابلت الكثير من اللاعبين عبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي الكثير من اللاعبين الجيدين وخصوصا إدارة الإسماعيلي هل عرض عليك الإسماعيلي بعد ذلك في أي لحظة من اللحظات أو في أي وقت من الأوقات العودة لتدريب الفريق مرة أخرى وأي نادي من مصر آخر غير الإسماعيلي؟ ليس الإسماعيلي ولكن منذ حوالي ثلاث أو أربع سنوات تلقيت العديد من العروض لمصر لتدريب بعض الأندية في مصر ولكنها لم تكن جيدة تشاورت مع وكيلي ولكن ولكني فضلت أن أتواجد مع بوتسوانا لأن هذا هو الأكثر راحة لي وخصوصا أن الطموح عالي في هذه الفترة أنا أعمل مع رئيس الاتحاد رائع في بوتسوانا يريد أن يوجد كرة قدم رائعة في المستقبل في هذا البلد أعتقد أننا أتمنى وأمل أن نتأهل لبطولة أمم أفريقيا القادمة وأن أقضي فترة أكثر استقرارا معهم ست نقاط ما بينك وبين منتخب مصر في هذه التصفيات في مباراتين بينك وبين منتخب مصر هل تتوقع أن تحصل على أي نقاط في المباراتين؟ تعرف أن كرة القدم هي لعبة رائعة على سبيل المثال نحن بدأنا تصفيات الموهلة لكأس العالم بشكل رائع أمام غينيا غينيا فريق قوي جدا بدنيا وفنيا ويلعبون كرة قدم رائعة ولكننا فزنا عليهم في بوتسوانا 1-0 وحضينا بست نقاط حتى الآن وثلاث نقاط أمام الجزائر فكل شيء متاح كل شيء ممكن في كرة القدم لا أعرف كم من النقاط التي سأحصد أمام مصر بالطبع نحن نترم منتخب مصر ولكن كما قلت هو منتخب كبير فريق رائع ومحمد صلاح الجميع يعرف أنه نموذج يحتذى بي لأي أحد ولكن بالطبع نريد أن نحصد الست نقاط أمام مصر ولكن يجب علينا فقط أن نعبر المباراة الأولى في سبتمبر ديدي جوميز الموديل الفني لمنتخب بوتسوانا ومدرب الإسماعيلي السابق منافس منتخب إن شاء الله في تصفات كأس الأمم الأفريقية أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء